اشتركوا في القناة قرأته من تعليقات من دعاء من دعم نفسي اسعدتوني بالكلام انا بعتذر عن التعليق اللي انا قرأته ما كان لازم اقرأه يعني كان لازم اني احذفه لكن لاني بقرأ يعني بطلب من اليوتيوب انه يعطيني الكومنتات او التعليقات اللي بتيجي على هية سؤال فطلع السؤال فاضطريت اني انا رديت وبما اني انا ما بمنتج الحلقة فبطلع الحكي معي ارتجالي هاي نقطة اثنين المتابعين القدامى اللي كانوا يسمعوني يبل خمس سنوات وسبع سنوات وثمان سنوات وتسع سنوات ايام ما كنت في اذاعة في تلفزيون الام بي او كنت في اذاعة الرشيد العراقية اللي كانت بثم العمان او على منتكار له بعرفوا انه كانت كل توقعاتي وممكن في حلقات موجودة انا ما اخذ منها روابط وحاطها موجودة على القناة القديمة كانت معروفة باني انا ما بحبش الغموض والجو القاتم والدراما هاي والموسيقى اللي بتطلع عشان انا اخوفكم من الفلك وعلم الفلك وانه علم يعني بخوفه وهذا اللي بعرف الاشياء فكانت طبيعتي هي هي واللي بعرفوني بالواقع بعرف انه هي نفس الطبيعة انا مش مبالي بالحياة مش مبالي بالدنيا وما فيها ومتاعها وكل اللي فيها هذا انا رجل بحب اضحك بحب اضحك الناس بحب اشوف الابتسامة على وجه الناس يعني يكفي انه هي كل هالحياة فيها منغصات ولكن برضو انك تعطي ابتسامة يعني هاي اجر فعشان هيك انا من طبيعتي بحب اضحك يعني ومش مبالي لا مبالي لا بمرض ولا بوضع ولا بوضع مالي ولا بالانتكاسات اللي مرت علي ومش سائل عنها فعشان هيك يعني اعذروني لاني انا ممكن انتوا تعودتوا علي اني انا شفف شوي بتعاملي معكم لاني انا طبيعتي بحب اتعامل معكم انتوا اصحاب القناة مش انا صاحب القناة انتوا لو لاكم انا مش زي اللي بحكي محاله في غرفة يعني بمتابعتكم وجودكم ودعمكم تعليقاتكم لايكاتكم هاي الشغلات بتحسر انه احنا نتعاون مع بعض مش تعاون مادي هي تعاون وجود انه احنا فاهمين بعض وعارفين بعض وفي اشخاص انا لما بافتقدهم في القناة ليومين ثلاثي بقلق عليهم اذا كنت بعرف رقمهم او كانوا مرسليني ممكن ابحث ابعث لهم اطمئن عليهم وفي اشخاص باستنى الحديث ما انه اشوف تعليق لهم فباطمئن عليهم كلكوا تقريبا حافظكم عارفكم اللي انتم موجودين على القناة والجديد مجرد ما اعلق بعرف انه هو جديد فبكون يعني معاه على طول اول باول الوضع الحالي انه الكل بعرف انه انا مرت بظروف معينة فمنعتني اني انا احط اللايك والقلب والهذا ولكن والله اني بقرأ كل تعليقاتك لاني بهمني انا اني احاول اني اجاوب خصوصا على الاشياء الضرورية اللي بسألوا عن طالعهم هم هذول اللي انا ما بقدر اجاوبهم كان فيه اشخاص يساعدوني في هذا الموضوع انشغلوا او صار عندهم ظرف ما بعرف وحطي تلك انا رابط في صندوق الوصف عشان يعلمكم كيف انتو تستخرجوا الطالع وصفات الطوالع وجدوله هذ على اساس انه يعني تتعلموا انا ما بدي يأكوا تعتمدوا على فلكيين بدي يأكوا تتعلموا عشان هيك خلينا شوي ناخذ شوية اسئلة نجاوب عليها زي المعتاد اول سؤال ممكن اعرف اذا كان يوم الاربع جيد لعمل اسنان او تجميل البشرة طبعا بما انه القمر راح يكون موجود بالثور فاكيد هو جيد للبشرة وجيد للأسنان ولكن انا بفضل الاسنان دائما في وجودها بالحمل ولكن برضو بوجودها ببرج الثور برضو بتكون ممتاز جدا طيب السؤال الثاني امتى الضغوطات المالية راح تخف على الوضع المالي احنا منعاني انه فترة تقريبا بحدود من شهر 12 الوضع سيء جدا ماليا كل موليد برج الاسد مش انت لحالك او انت لحالك الاسد كله انضغط ماليا وصار عليه مطالبات مالية والتزامات مالية وضاقت عليه ماليا احنا منتأمل خير صحيح انه لان الشمس موجود في مكان مش مناسب لالامور المالية هو مناسب لترتيب الامور المالية مناسب لتزبيط للديون او ترتيب الالتزامات اللي على الشخص او صحيح انه تطلع له اشياء من تحت الارض بعد مرة تكون بدها مصريف هي فترة وجوء دخول الشمس والزهرة على برج الحمل هي الفترة المناسبة اللي هي بتبدأ تقريبا زي ما حكينا انه من عشرين ثلاثة بتبلش الامور المالية تتحسن وخصوصا الدعم الخارجي او اعمال من ضمن مؤسسات فتكون الامور احسن طيب السؤال اللي بعدي السلام عليكم الله يشفيك ويعافيك عندي سؤال هل ينطبق التوقعات اليومية والاسبوعية والشهرية على البرج الباطني والطالع يا اخوان البرج طلع في مجموعة هو اساسا اسمه البرج العربي اللي بعتمد على اسم الشخص واسم امه هذا اسمه البرج العربي البرج العربي بعطيك من طبيعة هاي هي الصفات ولكن ما بعطيك توقعات يعني بعطيك من صفات البرج الباطني ما الو علاقة بالتوقعات لا يومي ولا اسبوعي ولا شهرية طالع والبرج الشمسي هم الاساسيات البرج الشمسي هو بعط الصفة العامة لا الى صفاتك شكلك لبسك حجمك كيف طريق التعاملك مع الناس ايش بتبدع فيه في مجالات الدراسي او العمل طالع بعض الصفة الخاصة اللي هي ساعة ولادتك صفتك الخاصة من جوا كيف بتفكر كيف بتحس كيف بتتعامل مع الناس اللي هي اسرارك اللي انت الوحيد اللي بتعرفها والحالة النفسية تبعتك عشان هيك بقول انا تابع البرج الشمسي والبرج الطالع اللي بقول لك تابع القمري وتابع الزهري وتابع المريخي هذا كل ياتو فزلكت كلام يعني حرين اللي ما ياخد فيها بدو يتابعها بس انا من عندي هذا كلام فاضي دكتور الكريم بالنسبة لقص الشعر انا سمعت انه افضل وقت لقص الشعر هو 13 14 15 من الشهر العربي وانت بتقول انه مولاد القمر الجديد يالت تشرحنا اكثر عن هذا الموضوع بتمنى لك الشفاء العجل طيب انا بدي احكي نقطة اول اشي احنا الان في فترة تقنيب الشجر اللي يقص عروق الشجر للانبات هذه الفترة قص الشعر نفس فترة الانبات هي افضل فترة اللي هي فترة الربيع هذا واحد اثنين فترة نمو القمر بتدل على النمو على الكثرة قلة القمر بتدل على القلة فقص القمر في مراحل النمو هو لمساعدة او لعلاج ضعف الشعر عند اكتمال القمر ونزول القمر هي ضعف الشعر لانه بصير السوائل اقل ماشي هاي نقطة ثانية الان وجود القمر بزوايا تسديس مع الشمس او مع الزهرة تسديس تثليث هذول الزاويتين معناته القمر في وضع ممتاز جدا لامور التجميل هاي كمان حسبة الحسبة كمان المهمة للي ما بعرف بقدر ينزل كل شهر على صندوق الوصف انا حاطت تواجد القمر في الكواكب في البروج لما تشوف الايام موجودة في الابراج المائية المائية تحديدا هو ماشي بالحمل كويس بالثور كويس لقص الشعر ولكن بالمائية تحديدا يعني بالسرطان بالعقرب بالحوت هاي افضل الفترات اللي برضو تصلح لعمليات قص الشعر العلاجي يعني لتخميل الشعر لتكثيف الشعر لتطويل الشعر لمعالجة الشعر التالف هاي افضل الفترات حمل ثور والابراج المائية وفي مراحل نمو القمر ممتاز جدا بصير وان اخترت الزوايا الايجابية مع القمر القمر مع الشمس او القمر مع الزهرة انت هيك يعني اخدت كل الامور الايجابية يعني هي علمتك انت كيف تحسب لحالك طيب بالنسبة لسؤال اللي بعدي ممكن كشف روحاني طيب انا اوكي اه موليد شهره اربعة 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 يعني حمل متزوجي وعندي اولاد اوكي الله يستر عليكي ويسر امرك ويفرج همك موليد برج الحمل اجمالا كل موليد برج الحمل من شهر هم بوضع نفسي سيء جدا وحتى بوضع عملي وبمشاكل محيطة لهم هم الحمل والميزان والعقرب بلشوا يعني شوي هها ولكن يعني الميزان والحمل هم اكثرهم فعشان هيك منقول له هدول الاشخاص انتظروا يعني خصوصا الحمل انتظري لعيد ميلادك بعد عيد ميلادك الاوضاع كلها بتتغير خصوصا انه بكون الزهرة دخل كمان فبتبدأ عامك الجديد وبتبدأ الامور اليك احسن وافضل ان شاء الله تعالى طيب السؤال اللي بعدي اسعد الله مساءك دكتور سعيد شنو تخصصك طيب انا تخصصي بسيط جدا هو تخصصي اعصاب دماغ وانا وصلت لمرحلة انه جربت على مرحلة اني اصير مستشار في تخصص العصاب معلش صوت الشرطة عشان يحضر فلازم يزمروا هيك ويزعجوا فبتكون تنزعجوا معي فرح اكمل مش رح اوقف لانه صعب اني اوقف اساسا بالحلقة فهذا هو تخصصي انا بعديها بعد المرض وبعد ما اخدت الكيمة وصار صعب جدا اني انا اقدر اسوي عمليات وصعب جدا اني اوقف في غرف العمليات لمدة طويلة فانا حاليا بس هي على الاستشارات للاشخاص اللي بيعرفوني في الطب او تعالجوا عندي سابقا ممكن يسألوني اسئلة او اعطيهم اجوبة على مجالات اللي هو مجال تخصصي اللي هو الاعصاب ولكن ما بقدر اشتغل بايدي بسبب الوضع الصحي اللي موجود عندي عشان هيك انا يعني دكتور اسم هسا مش دكتور فعل طيب بالنسبة للسؤال اللي بعده من فضلك افضل وقت لحشو الاسنان بداية القمر ولا نهاية القمر وافضل وقت لعملية طيب اه لعمليات العيون اول اشي بالنسبة ل الاسنان الاسنان بداية القمر نهاية القمر لانه ما في نزف دم اه القمر باعتمد على الامور اللي الها علاقة بالنمو الها علاقة بضعف النمو الاسنان ما الها علاقة في هاي الامور هي افضل الاوقات الها اللي هي الابراج النارية الحمل والاسد والقوس بالنسبة الى اه الامور اللي حاليا انت مضطرة انك بدك تعملي اه اسنانك اعمليها ما في اي تأثيرات عليها ولكن هي للتجميلي يعني اللي بدهم يعملوا شغلات تجميلية للاسنان بفضل انا بالحمل وبالاسد وبالقوس ممكن بالثور برضو بتزبط لانه الثور معروف هو الكوكب يعني البرج اللي له علاقة بالتجميلي او بالجماليات ككل اما بالنسبة الى افضل وقت لعملية اللي هزك للعيون اه انا برضو نفس الشي انا بشوف انه الحمل هو اقواها وبتعطي نتائج ممتازة بالنسبة لها خصوصا للي بكون عندهم المخروطي او بكون عندهم ضعف حاد وبتطروا انه بدهم يعملوا لازك فهاي فترات ممتازة اللي هي فترات الحمل وخصوصا لما بكون عامل زوايا ممتازة يعني القمر بكون سعيد فيها رح تزبط في 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 ابراج اخرى زي برضو نفس الاشي لانه هو بنطبق على نفس الحمل الابراج النارية ممتازة الهوائية اقل شوي بس النارية هي الاقوى طيب السؤال الاخير كنت اسأل اه لو سمحت حضرتك عن مدى صحة القول بانه صاحب برج معين بناسبة العيش في مكان معين مثلا ابني شمس الحوتو فهمت السؤال فهمت السؤال هذا اه برضو من طرق النصب يعني انا بدي انصب عليك مثلا باجي بقول لك خليني اعمل لك خارطة فلكية بدي اعالج لك المشكلة اللي موجودة عند ابنك وخلي لك ابنك يصير احسن واحد على وجه الارض فطبعا انا ما عندي جواب فبصير احط لك شروط بتعجز شفتي كيف ما ابسطها اه لازم يلبس لبس غير لبسه لازم يقص شعره غير قصة شعره اه لازم يعيش في مكان غير مكانه اه لازم مش عارف ايش يسافر لازم يوكل الطبخة الفلانية لازم يتصدق على نوعية معينة من البشر هاد اسلوب نصب واحتيال يعني نفس برج ابنك موجود في مصر موجود في المغرب موجود في سرلنكا موجود بالهند موجود في آخر بقاع الأرض نفس البرج اه لازم كلهم يعيشوا في نفس البيئة لا وهي بيئات مختلفة هي اه بتصير الحسبة ايش انا اعلمك اياها لانه هم ما رح يشرحوا لك اياها لانه هم ما بفهموها كل دولة في العالم هي برج تاريخ اه تأسيسها هو تاريخ اه تاريخ ميلادها يعني هو يعتبر برجها وكل شخص انه برج اذا كان برج الشخص باندمج مع برج الدولة هاي معناته هاي الدولة بتناسبه اذا كان البرج للدولة هاي ما بيناسبه معناته الشخص هذا انسي الموضوع بيعيش بتعذب بقدرش على الغربة بقدرش بصير يتحجج بالأمور هاي هو فعليا برج البلد ما بيناسبه هاي بساطتها لا هي لها علاقة بالبحر ولا طلع البحر ولا عشان المحيط ولا عشان هذا هو لانه ما بيعرف اساسا انه الدول هاي لها ابراج فهو بيقولك لا لازم يعيش عند البحر وقريبا من البحر والمناطق اللي مش عارفة ايش ترديش على هذا الكلام يا أختي الله يرضى عليك هدولا ناس بس بيستغلوا النقاط هاي عشان ياخدوا شوية منصاري منك وبعدين بحطولك شروط تعجيزية بيقدريش تعمليها وابنك بيقدرش يسافر وبتظلم عليك انت كل المشاكل اللي بتصير مع ابنك على انه مقدرش يسافر في مشكلة بتكون موجود عند ابنك لازم انه هو تعرفوها او تحددوها فلكيا بتتحدد هو حوت الحوت معروفين انهم زاجيين شوي حساسين بيقدروش يواجهوا بيقدروش يعني ما بيقدرو يندعكوا كثير بالحياة وبما انه سرطان طالع معناته الامور بتصير عنده عاطفية اكثر والنفسية اكثر لا الها علاقة بالبلد ولا هذا هذا بده تشجيع فقط لا غير وخلي يختار بنفسه الاشي اللي بده اياه او المجال وهذا بيبدع في المجالات الفكرية او الفنية او الاشي الترفيه او التلفزيون او الاذاعة او الشغلات اللي زي هيك يعني المجالات الفنية خلي يتجه بهذا الاتجاه وشوفي ادعموه هيك منكون احنا انتهينا على المجموعة اعتقد اني جوابت كثير وحكيت كثير اليوم فخلينا ندخل على توقعاتنا اه بعرف اش حطيتوا لايك ولا ما حطيتوا لايك فاذا ما حطيتوا حطوا لايك تما جماعة اللي ما عجبهم مشكلة ما يحطوا الديسلايك اه والله يعني قلقان عليكم اللي بيعرف حدا من جماعة الديسلايك يا جماعة الخير يطمن عليهم لايكون عندهم وضع معين او يعني بظرفهم بحاجة لدعم او بحاجة لمساعدة او عندهم قنوات منروح منحط لهم احنا لايك يا جماعة يعني ما عنا اي مشكلة بلاش يكون مشغولين الجماعة الله لايش غلهم يا رب طيب خلينا نبدأ اليوم توقعاتنا اليوم الاربعة سبعة عشر اذار القمر موجود اليوم في منزلة الثرية وهي جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار اي شيء يعني مش مناسبة انك تظهر سرك او الامور الداخلية عندك او او معلومات عنك او رقمك سري او شغلات زي هيك مناسبة للسر والكتمان واخفاء الامور حتى الي بدي يخبي مصدر تحت البلاطة هاي ممتاز جدا رح يمكث القمر فيها لساعة اربعة واثناشر دقيقة صباحا من صباح اليوم الاربعة بعدها القمر رح ينتقل لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح الا للعداء والمشاكل ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد يعني حكينا ان تأثيرات القمر لما يكون في برج الثور على جميع الابراج نشعر بالحذر اكثر من ميل للمحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا وان لا نفكر في اقتراض المال من مصرف او من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ماء بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عنا زاويتين فلكيات اليوم اول زاوية هي زاوية اقتران سلبية راح تكون بين القمر وبين اورانوس راح تكون في تمام الساعة خمسة وسبعة واربعين دقيقة مساء تخلق لدينا حالة او شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الاخيرة برضو زاوية التربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون في تمام الساعة خمسة وسبعة واربعين دقيقة مساء من واجه مصاعب وعراقية لبتطلب مننا ان نبذ الجهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحظوظ بيفتقر البعض للشجاع اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأ الهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر طبعا القمر بما انه موجود في برج الثور خلو المسار القادم راح يكون يوم الخميس 18-3 بيبدأ في تمام الساعة 8-39 دقيقة مساء وبيستمر لتمام ساعة 11-46 مساء لا ينتقل بعدها القمر للجوزة بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال الجديد 4 أيام في تمام ساعة 6 صباحا بيصبح 5 أيام نسبة الإضاءة بتصير 20% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم طبعا الشمس في الحوت لغاية 20-3 سعيدة بنسبة 15% القمر في الثور حتى يوم 18-3 منتحس بنسبة 50% عطارد في الحوت حتى يوم 4-4 منتحس بنسبة 10% الزهرة في الحوت حتى يوم 25-3 سعيد بنسبة 15% المريخ في الجوزاء حتى يوم 23-4 سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28-8 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية مرج الحمل طبعا هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة تدخل تحسين على ميزانيتكم بتطالعك فترة غنية بيجب توظيفها اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا لا ضيع الفرص وضف طاقتك الذهنية والبناءة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات أهم إشي إنك تناقش بوضوح طبعا بينما إن القمر اليوم منتحس فممكن تعرف بعض الصعوبات في مدان العمل وممكن ترتكب بعض الأخطاء نتيجة التحور والنفقات اللي لا طائل منها المريخ بيزيد تأثيرك وسلطتك على محيطك وهي فترة مناسبة للنجاح بالدراسة والمباريات أما بالنسبة للزهرة هاي بدك تنتبه لأنه ممكن شوي تعملك بعض المشاكل إلها علاقة بالغيرة أو ممكن مشاكل مع الحبيب عطارد ممكن هيك شوي تتعرض لبعض الكلام اللي ممكن يكون سيء أو إفشاء بعض الأسرار أهم إشي أنك ما تهتملها كثير لأنه يوم واحد عطارد بصير سعيد الشمس بزيد ميلك الأمور الروحانية ولكن وجود الشمس في بيت المتاعب لحاله أساسا بسحب منطاقتك بيعركس عليك بعض الأمور أهم أهم بما أنها سعيدة بتخفف الحمل عليك وجود القمر برضو في مكان مناسب داعم لإلك اللي اهتم بالأمور المالية اليوم الفرص ممتازة برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط القمر خلص استقر عندكم أهم ما تبادرون لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي الحظوظ قوية والنتائج حاسمة ما بيستطيع أحد منافستك اطوي صفحة الماضي ممكن اليوم تحس أنه معنوياتك مرتفعة أكثر لتكون فترة ناشطة وواعدة بالتطور جيد وحظوظ عالية القمر بما أنه موجود شوي وسلبي اليوم هو اليوم بس سلبي بكرة رح يكون أفضل ممكن تضخم الأمور وتعطي المساء الصغيرة حجم أكبر مما بتستحق فقدانك لثقة بالنفس بيجعلك مزاجي ومتقلب بدك تنتبه من هاي النقطة اشحن حالك بطاقة إيجابية وما تخلي الأمور هاي تأثر عليك بشكل سلبي المريخ ممكن تتحسن اليوم الأمور المالية أو صحلك بعض الدفعات المالية أو دعم مالي معين الشمس ممكن تتمكن من تحقيق مشروع أو أمني بمساعدة أشخاص دون وفود وعلاقتك بتكون جيدة مع الأصدقاء وممكن برضو يكون في دعم جيد من بعض الأصدقاء ليلك عطارد ممكن هيك يصير فيه نوع من أنواع التوتر ما بينك وبين أحد الأصدقاء أهم إشي أنك تمسك أعصابك الزهرة بدك تدير بالك من اللي بدعوا أنهم أصدقاءك لأنه ممكن يكونوا بيحاولوا أنهم يخدعوك فما تعطى الثقة بسهولة ومش أي شخص بيجيب لك معلومة بتكون المعلومة هاي صحيحة وممكن أنه يتم خداعك بهاي النقطة برج الجوزة يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهودكم الجسماني إنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم بسود الهدوء والملل وبتراوح أعمالكم مكانها بتخيب أمالك لسبب أو لآخر لا توقع على عقد ولا تحسم عمر فترة فارغة من الطاقة والحظ أهم إشي أنك ما تراهن عليها القمر موجود في بيت المتاعب بيخليك تضخم الأمور حاول إنك تكون أكثر واقعية وتستعيد ثقتك وحبك للحياة المريخ بيزيد من ثقتك بنفسك وشجاعتك وحيويتك وهذا إشي بساعدك على تحقيق أهدافك الشخصية الشمس ممكن تخليك تحقق نجاح اجتماعي بفضل مساندة أشخاص دون نفوذ ممكن تحصل على ترقية أو منصب أو سلطة أو عمل مثلا وتحظى باحترام وتقدير الآخرين عطارد لأنه مازال منتحس أو هو منتحس اليوم بتميل لإهمال مشاريعك وهذا الإشي ممكن يعرض سمعتك الاجتماعية لشبهة أو لكلام أو لاتهامات عليك التحلي بالصبر وفي نفس اللحظة دير بالك من مخالفة القوانين أما بالنسبة للزهرة برضو في البيت العاشر ومنتحس هي إيجابية ولكن بتميل للانتحاس أكثر هاي بتخليك شوي تكون أناني في علاقاتك وهذا إشي ممكن يعرضك لخيبات أمل ممكن يتضرر نفوذك وسلطتك أو بعض الأشخاص ينتقدوا أسلوبك برج الصرطان ابتسعدوا اليوم في لقاء الأصدقاء أو من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم كون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه كثف ارتباطاتك باستطاعتك تقديم أفضل نتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر بتفرح بانتصار مهني أو انتصار اجتماعي مثلا القمر ممكن شوي يخلي يعرضك لخيبة أمل بسبب أحد الأصدقاء الزهرة ممكن تدخل لمغامرة عاطفية بالفترة تلحقك منها بعض الأضرار فعشان هيك حاول أنك تنتقي عواطفك بشكل جيد ما تعطي عواطفك هيك بسرعة أو تحكم على العلاقة أنها ناجحة فورا وبعدين تعيش جو أنك أنت متدمر أو ما صار تفاهم خصوصا مع الأشخاص الغرب وبرضو وهاي الفترة ممكن تعمل نوع من أنواع صعوبات أو تحول بتحول بينك وبين تحقيق مشاريعك فبدك تكون حذر من هاي النقطة عطارد في البيت التاسع بدك تدير بالك من الوعود في الفترة هاي لأنه قل ما يتم الوفاء فيها ويستحسن تجنب السفر في الفترة تاي أو تحذر أثناء تقديم يعني إذا تنقدم على سفر انتبه أثناء القيادة وانتبه أيضا من ترتيب الأوراق وترتيب حاجياتك عشان ما تنساش لأنه ممكن يصير في تأجيل لوقت آخر أما بالنسبة للشمس هي سعيدة بمكانها بيزيد ذكائك وطموحك وبتكون كريم ومتسامح ومتفائل وهي فترة مناسبة للسفر أو أخذ عطلة بالفترة هاي برج الأسد يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل عليه تحمل هاي الفترة ضغوط على عدة أصعدة وممكن شوي تكون أيام متوترة بتنتظرك مواجهة أو ارتباط مهم بيسبب لك نوع من أنواع التوتر حاذر من العناد والمشاعر السلبية طبعا وجود القمر دائما بزاوي التربيع ومنتحس معناته مشاكل على المستوى المهني بسبب بسبب لك نوع من أنواع ارتكاب الأخطاء أو بسبب ارتكاب الأخطاء وبرضو بدك تنتبه لوضعك اللي في البيت وطريق التعاملك مع أفراد العائلة الشمس تعطي زيادة في الأرباح عن طريق شراكة أو زواج أو تركة وبرضو بزيد اهتمامك بالمواضيع الروحانية عطارت بخالك شوي طايش بالفترة هاي وعصبيتك بتكون حادة وممكن تسمع خبر سيء أهم شي إنك تنتبه أثناء التنقلات وأثناء السفر بالنسبة للزهرة بتبالغ بالملذات الحسية وهذا الإشي ممكن يعرضك لنوع من أنواع الوشاية من بعض الأشخاص أو غيرة خصومك فبدك تنتبه من المسألتين وانتبه من المصاريف الزائدة لأنه ممكن يكون منها استشفائية أو عائلية المريخ بيزيد تأثيرك على أصدقائك بشكل جيد خلال هذا اليوم وممكن يصير فيه تعاون جيد ما بينكم برج العذراء بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور الهلاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباكم بتطمئن خواطرك هاي الفترة وممكن ترغب بخوط تجرب جديد فترة مناسبة للانفتاح على محيطك أو على محيط مختلف أو ثقافي جديد أو مجال ما الفترة ممتازة حتى على مستوى الامتحانات ولكن انتحاسة القمر بتخلي خيالك الجامح بيخلق لك مخاوف غير واقعية اما بالنسبة للمريخ بتتمكن من تحقيق بعض الاهداف المهمة الشمس بترغب بالقيام بدور اجتماعي مهم وبتحقق استقرار بفضل شراكة أو زواج أو دعم من الزوج بالفترة هاي وهي فترة مناسبة لتحسين العلاقات الزوجية وخصوصا مع الشركاء عطارد بتعرف خلافات ونزاعات مع شركاءك أو مع زوجتك بسبب سوء تفاهم أو نقاش أو حوار ممكن يكون حد أما بالنسبة للزهرة في بيتك السابع ما هي شوي بتخليك تحب المديح والإطراء وأنه تكون مخلص في عواطفك هذول أهم النقاط اللي أنت بتركز عليهم برج الميزان ثم فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراك أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد أهم شأنك ما تغامر بموقعك حاذر من النزاعات والتذمر والتمرد هم بواجباتك بشكل تهم طبعا القمر لأنه موجود في البيت الثامن فبيخليك تعيش مخاوف وهمية عليك تجنب الانغلاق على نفسك الاجتماع بأصدقاء جيدين وتسلية نفسك طبعا المريخ بتميل تتبع اندفاعات أو لنشاط أو قرارات مفاجئة ممكن تقوم بخطوة مهمة ممكن تقرر سفر دون سابق استعداد الشمس بيزيد حبك للعمل وبتبذل جهود تكافأ عليها بتحتاج لتجديد محيطك هاي فترة مناسبة لإجراء تغيير على المستوى المهني عطارد هاي الفترة بتعمل نوع من أنواع التوتر مع رفاقك في العمل احذر من الانغلاق على نفسك أو احذر برضو الأخطاء اللي بتيجي بسبب عدم الانتباه الزهرة رغم تظاهرك بالمحبة إلا أنه موادتك بتنقصها نوع من أنواع الحرارة أو نوع من أنواع الشك بالفترة هاي بدك تدير بالك برضو من هاي الأمور برج العقرب طبعا القمر بما أنه مقابلك تماما فطاقتك بتكون ضعيفة قراراتك كلها بتكون مش مزبوطة بدك تدير بالك اليوم مناسب للقيام بعمل وتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم حافظ على هدوء أعصابك ونبرد صوتك بتكون الضغوط كثيرة حاذر من تأزيم أي خلاف لأنه خصمك بالفترة هاي أقوى منك حاول أنه شوي يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم أما بالنسبة للقمر لأنه منتحس تجد صعوبة في التواصل مع شركائك أو مع زوجتك بتميل للعزلة وعدم الاكتراث أما بالنسبة للمريخ بتميل لقبول التحديات من أجل إثبات قدراتك وعادة بتكون متسرع فهذا الإشي بنعكس سلبا عليك أما بالنسبة للشمس بتمنحك تقدير الجنس الآخر وبتحقق نوع من أنواع النجاح في بعض مشاريعك أو أرباح عن طريق المعاملات وخصوصا للأمور اللي إلها علاقة بالعقار أو اللي إلها علاقة بالتسلي أو ترويح عن النفس عطارد بيجعلك متردد وممكن تسمع خبر غير صار من شخص قريب لإلك الزهرة بعواطفك وجاذبيتك مفرطة فممكن تفعل أي شيء لأجل المتعة وهذا الإشي ممكن شوي يضغط على سمعتك فبدك يدير بالك برج القوس رغم تراكم العمل أنتم قادرون على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدول غذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة بتتلاحق الاتصالات وبكثر المسؤوليات العائلية والمهنية نظم وقتك وما تتأخر ممكن تهتم بإنشغالات مالية أو تساؤلات حول قدرتك على التحمل لا تشك بنفسك ممكن الفترة يكون فيها بعض الإنشغالات الصحية القمر بسبب أنت حاست وتجد صعوبة في العمل وممكن تشعر ببعض الضيق ممكن تحس أن الحظ تخلى عنك أهم إنك تراقب وضعك الصحي وضعك العملي بالفترة أما بالنسبة للشمس فسعادة تعطيك على المستوى العائلي وعلاقتك العائلية بتكون جيدة الحالة المادية ممكن شوي يكون فيها نوع من أنواع التحسن هذه فترة مناسبة لحيازة ممتلكات عقارية أو بيت جديد وممكن تحقق نجاح شخصي أما بالنسبة العطارد فهو في البيت الرابع منتحس شوي ممكن يكون فيه بعض التوتر لبعض المسائل العائلية أو سوء تفاهم وممكن هذا العرضك للإرهاق العصبي أما بالنسبة للزهرة بتكون متقلب الأطوار وغير مستقر ويعني تخليك شوي ما بتخليك تحسن اختيار شركائك بالفترة هاي أما بالنسبة للمريخ أفكارك ومشاريعك بتلاقي استحسان من طرف زوجتك أو من طرف شركائك برج الجديد طبعا اليوم الحظ داعم للكم بشكل قوي بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني لا تبالغوا في تجربة حظكم المالي أنت على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي اتجنب الانتقادات وسعى لتلطيف الأجواء تستعيد صفاء ذهنك وبتفاوض بمهارة حاول إتمام العقود والصفقات التجارية أما بالنسبة للقمر بما أنه في البيت الخامس ومنتحس بينتابك شعور بعدم الرضا وبتشعر بأن الآخرين ما بيفهموك أما بالنسبة للمريخ بتقوم بمبادرة مهمة بتستفيد منها وبتمتع بحيوية كبيرة بالنسبة للزهرة تقلبك وتبدل عواطفك بيجعلك تتلاعب بقلوب اللي بيحبوك بالفترة هاي فبدك تدير بالك من هاي النقطة أما بالنسبة لأمور التنقلات فبرضو شوي بدك تنتبه أثناء تقديم الامتحانات عطارد ممكن تسمع خبر سيء بيجعلك متردد أو متحير بيدفعك لاتخاذ قرارات ممكن تكون متسرعة أو إفشاء أسرار بدك تكون حذر في كلامك وفي مراسلاتك أما بالنسبة للشمس بيلعب الوضع العائلي عندك حال ممتاز جدا لا تحسين وضعيتك وممكن تحصل على أرباح عن طريق أمور العلاقة بالسفر أو التأليف أو الاتصالات أو التجارة المحلية كما بتزيد قوة مراحضتك وفضولك الفكري وتحظى بالشعبية وتقدير الآخرين برج الدلو بوسع القمر القمر بما أنه منتحس الجو العائلي شوي بكون مشحون بالفترة هاي الجو ممكن حتى في البيت أنك أنت تتهرب منه أو تحس أنه الوضع لا يطاق المريخ بيزيد حبك للحياة وعزمك وخصوصا على المستوى العاطفي ولكن ما تبالغ بملذاتك الزهرة رغبتك رغباتك الشريهة ممكن تدفعك لطرق مشبوهة فبدك تكون حذر ما تتهور خصوصا على المستوى المالي ممكن تصرف فلوس بطريقة يعني مش عقلانية انتبه لمصطريفك عطارد علاقاتك متوترة مع رفاق العمل ممكن ترتكب بعض الأخطاء أو في بعض الآراء أو الأحكام اتجنب توقيع الوثائق المهمة الشمس بتسهل عليك اكتساب الممتلكات المادية ممكن تحصل على ترقية أو وضعية سامية بمساعدة أشخاص دون وفوذ وهاي بتزيد من ميلك للتبذير بالفترة هاي فبدك تكون حذر برج الحوت طبعا اليوم بتنشط في أمور العلاقة بالدراسة والسفر والاتصالات وهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتع بقدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف أهم شي أنك ما تسكت حاول أنك تسمع صوتك بدعوك لتنظيم جدول أعمالك تفادي للإهمال أو التخصير ولكن بسبب لأن القمر منتحس بدك تنتبه إذا كان عندك امتحان أو بدك تنتبه أثناء القيادة انتبه على أجهزتك الإلكترونية على سيارتك من بعض الأعطال القمر بسبب انتحاسته ممكن تعرف توتر في علاقاتك مع محيطك وممكن تكون متقلب ما بيرضيك أي إشي وبتنغب في التهرب من الواقع والعمل والدراسة ممكن تكون صعبة عليك عشان هيك منقولك انتبه لأمتحاناتك أما بالنسبة للمريخ بيزيد تأثيرك وسلطتك على وسطك العائلي بشكل جيد جدا وتكون الميزة لإلك أما بالنسبة للزهرة فممكن شوية تخليك هيك يكون عندك شوية طيش ورغباتك بتكون شريها وممكن انك تفسخ علاقة بسبب تقلب عواطفك أما بالنسبة لعطارد فبتعرف بعض الإرهاق أو الإجهاد بسبب عصبيتك وتلهفك وسرعة إنفعالك عليك تجنب اتخاذ القرارات المهمة وكذلك التناقلات وممكن تسمع أخبار متناقضة أما بالنسبة للشمس بتزيد حيويتك وتقوي وظيفة جهازك الهضمي وبتمنحك شخصية متألقة ومتفائلة وعفوية وطبيعة طبيعتك بتكون جيدة وممكن تزيد حاجتك لنيل تقدير الآخرين بالفترة هاي وبتمنحك الثقة بالنفس وبتسهل علاقاتك بالمحيط هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك بأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا